عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حاج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبداً مثل كل البنات أولاً لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانياً ثانياً أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا كل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده بهذا البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتاً صغيراً يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النار في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دع لي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكما يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمعي الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لا يصح يا سيدي أنت من جئت أولا لكنك أكبر سنا وضيفنا لن أدخل إلا بعدك هيا حضرة القاضي ينتظر هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء لن أقبل مالا ليس من حقي وأنا كذلك هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أم جد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبر وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة لا تخف أنا صديق قديم ألا تذكرني؟ معذرة أصبحت أنسى كثيراً هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعاً لا أجد مالاً أنفق منه كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته لماذا؟ لأنني لا أعمل وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة قل ذلك لعمي عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا معك حق أنت بالفعل صديق مخلص وكريم سأذهب الآن لا 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 تشكرني لا شكر بين الأصدقاء إنني يا ولدي لست غنيا وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة أطال الله بعمرك يا أبي كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة إنني يا أبي في خير حال لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر ما الذي نريده فوق ذلك أنت غلام طيب وصالح إنني يا بني أشعر بقرب النهاية وأوصيك خيرا بأمك ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا اللهم إن استودعت هذه البقرة لبني فاحفظها له يا رب العالمين أعرف أن الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نسبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع أرجوك يا صديقي المخلص أرجوك إنني بحاجة لبعض المال وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من ماله وسأدفع لك عمك في أتم الصحة وقد تموت أنت قبله معك حق ولكن ما العمل؟ تقتل عمك أقتل عمي؟ لا 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 سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني بالتأكيد النفس بالنفس هذه شريعة موسى معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته وفق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم يمكن جئت لأشتري البقرة سأدفع فيها مئتي قطعة ذهبية ولا ألف قطعة هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا يا لها من مصحة وزن البقرة ذهبا لماذا؟ صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا أقسم لك هذا كلام طيب وأدركت أنني يجب أن أعمل عظيم أريد أن أتاجر ولكن في صبط آخر ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي ليست جيدة والتجارة سمعة يا عمي أليس كذلك؟ معك حق وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى الصبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم ما رأيك؟ لك هذا يا حجر إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة طلب أخير يا عمي ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي وأحسن الخير أن يكون في السر لك ما تريد رادية لدي عمل في الصباح البكر سأحرص الحقل كله لصاحبي أرجوك أرجوك أريد أن أنام اذهبي إذن أشكرك على كل حال أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء يبدو أنني سرت كثيرا سأنام هنا لبعض الوقت لا أفهم يا ابن أخي لماذا إصرارك على السفر ليلا؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام ستنام يا عمي ستنام إلى الأبد حجر هذا صوت صراخ لآدمين أرى الحجر على الأرض هل هذا ما أرد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني أستطيع الكلام بلغة البشر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوما جديدا ولكنني لا أستطيع النوم كيف أنام بعدما رأيته؟ إنسان يقتل إنسانا آخر اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي ولن أدعى المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لأن تقمن من هذا الصبت كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصبات ويرفض طعميق الخلافات بينهم وما النتيجة؟ قتلوه فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لا أحرقت هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدموا لنا القاتل حقنا للدماء معك حق وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء طبعا من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق السؤال المهم هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين وما العمل يا كبير الصبت؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ ومنذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة؟ الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أية بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوة؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس إلى ديارهم كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر صخرية منهم ثم يعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ماذا سنفعل؟ إن الرجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها لقد قال بقرة أي بقرة فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح البقرة حجر أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا؟ في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي هذا أقل واجب ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل والأفضل أن نتزوج نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي هيا أخبريني بالأخبار ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعوا ربا ليعرف ما هي البقرة ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارد ولا بكر هل قاموا بزبح البقرة؟ أم أنهم في الطريق إلى الزبح؟ لا لا هذا ولا ذك لا أصدق ما أسمع لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى افعلوا ما تؤمرون كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون أرأيت؟ أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم ولكنني أريد إنهاء الموضوع فلنسأل عن اللون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا استحبيني إلى حقل الفول الجديد غريبة لأول مرة تتحدثين عن الطعام أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الزهب لن أذهب معكم هذه المرة ماذا سنقول لسيدنا موسى سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قلناها من قبل ابحثوا عن جديد سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا اتقوا شر الحليم إذا غضب سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الأوصاف فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة ما كنت أحب أن أبيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا يجب أن تفرح لي سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه أوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة أي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم قتلني ابن أخي هذا هو قاتلي فخذوا بثأري منه أنت قاتل أبي خد عني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفر على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون